السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نبدأ اليوم بإذن الله مع المحور الثامن وهو Technics in AC Circuits ومحتوى هذا المحور الثامن يتلخص كالآتي وهو سوف نرى التقنيات الخمسة التي رأيناها في الـ DC في الطيار المستمر سوف نرىها اليوم إن شاء الله لكن مع الـ AC Circuits والتقنيات الخمسة هذه هي طريقة النوت طريقة المش طريقة السوبر بوزيشن طريقة السورس ترونسفورميشن وآخير قانون الثيفنن سوف نرى إذن كيف سنطبق هذه التقنيات الخمسة في الـ AC Circuits لكن هناك فرق بين تطبيق التقنيات الخمسة هذه مع الـ DC Circuits والفرق بينهما أنه في الطيار المتردد عند استعمال الـ AC Circuits سوف نطبق ثلاث مراحل لإيجاد المجاهين في الـ Electric Circuits باستعمال أحد الطرق الخمسة وهذه المراحل الثلاثة هي كالأتي إذن أول شيء لإناليز AC Circuits أول شيء سوف نقوم بتغيير وتحويل الـ Circuit إلى الـ Frequency Domain أو إلى الفيزر ثم ثانيا سوف نقوم باستعمال إحدى التقنيات الخمسة المذكورة سابقا والتي رأيناها بصفة مفصلة في الـ DC Part ثم أخيرا سوف نقوم بتحويل كل ما وجدناه في الفيزر إلى الـ Time Domain إذن نبدأ بتفسير أول خطوة وهي كيفية تغيير أي Electric Circuit إلى الفيزر أو إلى الـ Frequency Domain إذن على سبيل المثال ونركز جيدا في هذه الخطوة فهي مهمة جدا إذن هنا عندي دارة كهربائية تحتوي على Passive Elements وتحتوي على هنا عندي Voltage Source المكونات التي عندي هي كالاتي عندي هنا Inductor سميته L1 عندي معه Resistor سميته R1 في هذه البرانش عندي مقاوم ومكثف Parallel سميته R2 وC1 عندي هنا Inductor ومكثف سميته كل واحد L2 وC2 وآخيرا في أقصى اليمين عندي مقاوم وملف Parallel سميت المقاوم R3 وسميت هذا الملف L3 الآن كل مكون من هذه المكونات سأقوم بتحويله إلى ماذا؟ إلى الفيزر كيف؟ نبدأ بالVoltage Source الVoltage Source لتحويلها إلى الفيزر يجب معرفة الامplitude والPhase Angle الامplitude هي 18V والزاوية الPhase Angle هنا هي 0DG إذن أولا قمت بتغيير إذن الVoltage Source إلى من الTime دومين هذا الTime إلى الفيزر الآن أذهب إلى الPassive Element هنا عندي قلنا مقاوم وملف Series سأسميه Z1 وقلنا أن Z هذه الإمبيدنس تتكون من حقيقة وتخيل الحقيقة موجودة الريل Part موجودة وهي عبارة على المقاوم كرابي R1 قيمته كم 30 هنا عندي تخيل يأتيني من الملف هذا الملف قيمته 2R سميته L1 إذن إذن أحوله إلى الفيزر XL هذه XL بالنسبة للملف رأيناها تساوي Omega L1 الأوميغا نأخذها نأخذها وقيمتها 10 هذه الأوميغا وقيمة L1 هذه القيمة هي كم 2R وبالتالي أتحصل على قيمة Z1 الآن أمر إلى Z2 وهي عبارة على ماذا على مقاوم R2 ومكثف C1 لكن هم كيف Series أو Parallel في الحالة الأولى هم Series هنا في هذا الimpedance Z2 هم Parallel وبالتالي Z2 ستكون هي الضرب على الجمع وبالتالي هنا ماذا عندي Z2 عندي R2 ضرب C1 على الجمع بين R2 والC1 هذه R2 أعوذها بالقيمة والC1 حتى أحولها إلى الفيزر ماذا تساوي هي 1 على G أوميجا C1 عندي الأوميجا هي من الفولتسورس قلنا تساوي 10 وقيمة المكثف C1 هي 5 ملي فرد إذن أعوذ وأتحصل في الأخير على Z2 في Rectangular Form ووحدة Z هي الأوم أمر الآن إلى Z3 Z3 هي عبارة على ملف اسمه L2 ومكثف اسمه C2 هم series فأقوم بالجمع ما عندي هنا في Z3 حقيقة ما عندي مقاوم عندي فقط XL وXC XL كما قلنا هي G أوميجا L2 هذه أحولها إلى الفيزر هي G أوميجا L2 وال C2 هذه تحول إلى الفيزر ويعبارة على 1 على G أوميجا C2 وأعوض لأتحصل على قيمة Z3 وهي تخيل فقط بقي لي الآن Z4 Z4 وهي في أقصى اليمين هي عبارة على مقاوم R3 Parallel مع ملمع L3 أحول كل من R والL3 إلى فيزر ال R تظل R إنما الملف L3 أحوله إلى فيزر فيكون G أوميجا L3 ضرب على جمع لأن Parallel فأتحصل على Z4 قيمتها كالآتي والآن إذن قمت بأول خطوة وهي تحويل السيركت من الTIME DOMEN إلى ماذا إلى الفيزر أو بما يسمى الفريكونسي DOMEN